قتل وصيب 23 نازحاً بتفجير استهدفهم أثناء هربهم من المناطق الخاضعة لتنظيم داع الشمال كاركوك وأفد مصدر أمنياً عبوة ناصفة استهدفت النازحين لدى خروجهم من قضاء الحويج شمال كاركوك ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 22 آخرين مبين أن هؤلاء المدنيين كانوا في طريقهم إلى خطوط التماس مع البيشمرقة بقضاء دبس شمال غربي المحافظة